سلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم تمنى تكونوا كاملين على خير وباخير وفصحة جيدة تمنى تكونوا كاملين على باس وباخير انتو موليداتكم واهاليكم ان شاء الله يربي اليوم ارجعت لكم فيديو جديد لبنات غبرت عليكم شوية مهم قولوا غبرت عليكم بزاف مش يغي شوية لان في حقيقة هادي شي شهرين هادي ما بنتش ما احضرت ما احطت فيديو ما اعطتكم اي جديد ولا اتشي حاجة كانت عندي ظروفة لبنات ما كنتش نقدر نحط لها فيديو لا اتشي حاجة المهم اليوم ارجعت لكم فيديو جديد ورجعت لكم ان شاء الله من قناتكم افكار جديدة وحياة جديدة ونشارك معاكم شحي من حاجة اللي كنجربها ولي كنديرها نجربها معاكم ان شاء الله والحاجة اللي جربتها نعطيكم النتيجة ديالها ان شاء الله ونتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم كيفما دايما وما تنسونيش من لايك وابوني باش هكا تعمل فائدة على على الجميع والفيديو ديالي يوصل لاكبر عدد الناس باش هكا كل واحد يستفد من الاخور ان شاء الله المهمة البناء اليوم ارجعت لكم فالفيديو اللي هو ديال واحده روتين ديالي اللي غادين قندي رودابا مع هادydiالوقيت ديال الصيف لديكم معرفين الحرارة والصهد والنيت تحت انا في هاد الوقت هدي مع الحمالة في شهور ديالي الاولى والنيت تحت انا بدكي بدكي ندري شي حبوب فوجهي ومع الكلف فيتو المهم هاد الكريمات او هاد الروتين اللي غادي نشارك معاكم هو غادي يكون روتين احسب الوجه او لا كيني لديهم الكلف في مناطق اخرى في فيديهم او لا فرجلهم على حسب كلها واحدة وكيفاش كيوقع لها المهم البنات غادي نشارك معاكم هاد الروتين ديالي شنا هو اللي هو هاد الصافون بعدها البنات اللي بغيت نشكره لكم بزف بزف لانه هو هاد الصافون ديال خرقهم غزال 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 البنات كير طب الوجه وكيني يغسلو فاكيني طويهم زيان وسميتو وكيصلح للبشرة الحساسة والجافة يعني مور الطب زوين هو كاتغسل به هالوجه وفي نفس الوقت كير الطب وكيني نقل وجه هالبنات من الحبوب وم اي حاجة المهم كان صحكم تشريو هالبنات راه كين في الوكلاغ في كغفو اقلبت عليه ما لقيتوش صراحة ما عرفت واش كونت تسالة لهم ولا الله المهم انا كنت شتوح لاختراف تيك توك والبنات كانوا كيشكروه بزاف ومشيت شريته ومشيت تقلبت عليه لقيتو في الوكلاغ لقيتو بـ 6 اوغو انا خديته بـ 6 اوغو انا خديته بـ 9 اوغو 50 اوغو 50 او باش خديته المهم تقدروا تلقاهوه في كغفو انا ببنين مشيت ما لقيتوش ولكن تقدروا تلقاهوه من بعد هوا زوين بزافة البنات قدروا تستعملوه وعندكم هنا هاد الماسك هادا ديال انتيبوتان 2 دون 1 يعني جوش فواحد هو نيطويان فنفس الوقت ماكس ماسك بارضون نيطويان كتديريه غير اسمي تغير كتشدي هكال منين كتغسلي بعدها بعد صابون كتشدي هاد الكريم او لا ماسك كتديري فوجهك غير غير كتديري وكتديري على شكل غوماج كتفقدت تغومي به وجهك صافي جدت تغسلي وجهك عادي اما بالنسبة لماسك كتديري خمسات دقائق حتى العشرة دقائق البنات هذا مقبل ما تكون غسلتي مزيان وجهك بها تصابون كتديري هذا تخلي عشر دقائق أو تاني وتغسلي وجهك عادي الفرق ما بين نيطوياج والماسك اللي هتديرو بي هو ان هذا غير اطيط اطنيطويق به كل نهار تقدر تديري كل نهار كتنيطويق به وجهك هذا لا الماسك هل يدرت عليه تديره غير مرة أو لا يجاстро في السيمانة اكتر مدة أو لا أطور مدة تقدر تدير مرة أو لا يجاстро في السيمانة لا يمكنك تديره كتير وكلما نرى هذا الماسك ينرى بثاف العclesي العربية الضيين الأبيض والطيين الأبيض معروف عليه ينرى بثاف فلهذا من بعد ما غادي تديروه ماسك او لاني طوين الوجه كيف ما شوفوا انتم الطريقة الاستعمال اللي غادي تجيكم سهلة غادي تجيبو هاد الكريم هادا كامورا الطيب هادا كيرطب الوجه مزيان البنات وراك يصلح للبشرة الحساسة الديبو سنسيبل وبيو في نفس الوقت يعني يزوين بزاف الوجه في الفيتامين او وبيو غزال والله لعدي ما جربته الصراحة هاد ثلاثة ديال ديال الكريمات او لماسكات كي يزوينين بزاف بزاف على البشرة كي يعطيوا واحد نظارة للوجه صراحة وخانعيا هادر للكم عن يوم ما غاديش نوفي بالقيمة ديالهم لانهم زوينين بزاف انا عادة ما كانش بقاش نشكر في الكريمات دعمة ولا ندير الاشهارات لشي شاركة ولا شي حاجة ولكن صراحة هادو هاد ثلاثة بعدها جربتهم تقولي زوينين بزاف بزاف البنات كنصحكم بهم ونتمنى انكم تجربوهم هما بثلاثة كي يتبعوا في الكريمات تحت هادو وخديتهم من الكريمات تقدروا تلقاههم في كاخفو احتهما انا في كاخفو هادو ما قلبش عليهم بحال هادا مشيت على حسابو هادا مشيت على حسابو هادا مشيت على حسابو ما لقيتوش كاخفو كان في الكريمات والتمن ديالو كيدير الساورو الساورو شي حاجة وقيل سيزغو سين كنت بحال هكا ولكن زوين بزاف صراحة هادو هادو زوين عجبني انا عمري ما عجبنيش في صابو بحال هادا يعني جربت بزاف دعمة دي صابو جربت بزاف دعمة ديال انواع ديال الصابو بحال هكا ولكن ما صدقوا ليش كيزقوا كينش شفوا الوجه بزاف او لا ما كيكونوش زويني ما كيعتوش زعماشي نتيجة ولكن هذا استقزوين بصراحة هاد الله استق غزال انصحكم تجربوه مية بالمية غد يعتكم نتيجة ان شاء الله الى كملتو من طابعة الحال خسكم الدوم عليه ماشي تديرو غير نهار وتقولو اه ما اعطاناش نتيجة اه ما ماشي مصلح الناش اول شي حاجة اقشو واخص الدوم عليه اه صراحة مدة سيمانة خمستاشر يوم كيعتكم نتيجة زوينة صراحة بالنسبة اللي عندو الحبوب كيبدو يتحيدو له الحبوب هاد الماسك هادا بالنسبة للنطويج خلاص كينطويه هادا كيرطب يعني وصفة كاملة متكاملة فيها فيها نطويج فيها ماسك فيها تقشير فيها فيها ترطيب يعني كل شي حاجة مغدية لوجه تقدروا تستعملوها كل نهار بالنسبة لغير هادا اللي تقدر تستعملوه كماسك جوج مرات في سيمانة لا اكتر وانتمنى يكون اعجبكم الفيديو ديالي وما نكونش طولت عليكم بزر وما تنسونيش من تشجيعات ديالكم والدعم ديالكم اللي كيخليني نجيبكم دائما الجديد ان شاء الله وما تنسونيش تكتبولي في التعاليق الى ما فهمتوا شي حاجة ولا بغيتوا تسولوا على شي حاجة مرحبا وما تنسونيش من تعاليقكم الزوينة مع ابوني اي لايك لصارة استيس افكار سارة وان شاء الله غايكون غير الجديد من هنا والقدام نجيبكم افكار جديدة فيديو هاد جديدة ان شاء الله و الى فيديو قادم ان شاء الله غير هوا واحد الحاجة لبنات اللي بغيت نركز عليها هو انه كان شي اخوات كانو كيسيف طولي في المساجات ولكن ما كونش كان جاوب انا كان احتضر منكم لانه ماشي الخاطرية صراحة كنت ما عنديش المورال باش نجاوب على شي حد فذلك الساعة المهم كان شكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى المساجات ديالكم وما تقلقوش لانه ما جاوبتكم شراه ماشي زعما غير ما بغيتش نجاوبكم ولا شي حاجة لانه بغيما كانت عندي ظروف ما كونش كان قدر نجاوب على شي حد وشكرا لكم و الى فيديو قادم ان شاء الله